استمراراً لجهود تضييق الخناق على سماسرة الهجرة غير الشرعية تلك الظاهرة التي تحصد الأرواح خلال رحلة للمجهول بحثاً عن الصراء فإن إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخادرات والجريمة المنظمة بالتنصيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام وأمن كفر الشيخ نجحت في ضبط موظف زراعي بكفر الشيخ لتزويره المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية والحصول بموجبها على تأشيرات دخول لدول عربية وأوروبية وتهريب عملائه من الشباب لهذه الدول ببيانات ومهن مغيرة للحقيقة بزعم كونهم من أطقم مراكب الصيد والشحن التجارية وذلك مقابل مبلغ مالية وتم ضبط بحوزته قوالب لأختام مقلدة و67 بصمة مزورة لخاتم شعار الجمهورية و24 بصمة لخاتم سفر ووصول مقلدة إضافة إلى مبلغ مالية والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير ترجمة نانسي قنقر